قرار السيادي الانتقالي بإغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى يمثل خطوة إيجابية في قطع الطريق أمام المهربين للبضائع والسيارات والسلع الاستراتيجية كما وأنه يعزز الجهود الأمنية في مناطق التماس ويصد المتسللين إلى البلاد من الإرهابيين وغيرهم خاصة وأن البلدين يشهدان صراعات وتوترات أدت إلى زعزعة الأمن فيهما قرار المجلس السيادي الذي أصدره خلال اجتماعه الأخير في حاضرة ولاية جنوب دارفور مدينة نيالة بإغلاق الحدود مع دولة إفريقيا الوسطى وليبيا جاء بسبب مخاوف اقتصادية وأمنية بحسب مختصين أشاروا إلى همية القرار في إيقاف تهريب السلع المدعومة إلى خارج الحدود خاصة الجازولين والبنزين والقمح من جانب دخول السيارات غير المقننة إلى البلاد وتهريب البشر حدود السودان الممتدة مع دول الجوار تكاد تشهد يوميا محاولات لتهريب سلع وبضايع فقبل أن يجف مداد قرار إغلاق الحدود تمكنت السلطات المختصة من ضبط ألفي برميل وقود وأنحو ألف جوال لقيق كانت في طريقها إلى دولة مجاورة فضلا عن ضبط 138 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى خارج البلاد عبر الحدود الليبية إغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى يعد بحسب المهتمين والمتابعين أمرا مهما لكنه يحتاج إلى دوات رقابية ودعم اللوجستي نظرا لاتساع الحدود المشتركة مع دول الجوار فيما طالب الكثيرون بتطبيق تجربة القوات المشتركة مع دول الجوار كافة بما يصهم في إيقاف الظواير السالبة ترجمة نانسي قنقر